السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معيكم راش عبدين من قناة كودرس كامل النهاردة الفيديو مختلف انا مش جاية اشرح كورس انا جاية اتكلم معيكم في موضوع شغل الناس الفترة اللي فاتت وكتير كان عندهم استفسارات فيه هحاول ان شاء الله في الفيديو النهاردة اجيب على كل الاستفسارات اللي انا شفتها قدامي بس عندي رجاء مش هينفع ان انت تشوف بزء من الفيديو او تكتبس جملة الفيديو تشوف اذا باكتج عشان انا هتلاقيني فوقتي بشرح لك حاجة واثبت لك بالعلم وباللوجك ان هي صح وكمان شوية بشرح لك ان عكس الحاجة دي تماما برضو صح في استثناءات معينة طيب خلينا ندخل دايركتو نشوف احنا هنتكلم عن اين نهاردة محتوى الفيديو النهاردة هينقسم لثلاث محاور اسايا هتكلم فيها اول حاجة هقولك نصحتين وانا اصدهم لسبب الماء بناء على الكلام اللي انا عايز اتكلم فيه تاني حاجة هقولك ايه هي البداية الصحيحة لدخول اكلم الكمبيوتر سايينس واحاول بقى اتجاوبك على كل الاسئلة اللي الناس كانت عملت تسئلة هل انا عايز اتعلم مثلا ترايك معين ادخل في الترايك ولا تأسس طيب الناس بتقولي عشان اتأسس لازم اتعلم السي بلاس بلاس هو ليه الترند على السي بلاس 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 اش معنى دي يعني طب هونا ما ينفعش استبدال السي بلاس 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 بلغة تانية هتفيدني في التراك فهتفيدني في الحياة العملية هستخدمها طيب ليه مش C ليه الناس كلها بتقولي C++ مش C++ هي الاساس بتاعها ال C طيب هو ايه الفرق بينهم طيب هو ايه الفرق بين ال Low Level Programming Language وبين ال High Level طيب هو الناس قالتلي اتعلم CS50 طيب هو ايه الفرق بينه ولو انا اتأسست بال CS50 ولو انا اتأسست بالتراك بتاع C++ كلام كتير واسئلة كتير واكتر كمان ان شاء الله هجاب عليها بالتفصيل الممال في الجزئية دي وبعدين هندخل على تالت محور ازاي احدد المصار الصحيحي البرمجي المناسب لي انا يعني انا لسه واحد كده بقولي هادي وبفتح الباب لمجال ال Computer Science لقيت قدامي تراك كتير جدا وكل واحد بنصحني بتراك كل واحد يقولي روح تعلم ويب التاني يقولي روح تعلم مثلا applications واحد يقولي انت ازاي هتقدر تعيش من غير ما تتعلم Artificial Intelligence اجري تعلم زكاء استناعي ده هو اللي بستقبل كلام كتير خلي بالك ان في معايير اساسية لازم تفكر فيها الموضوع مش بالترند يعني انت مش بتجري مع الترند عشان الناس بتروح تتعلم ده لأ في معايير هحاول افكر معيك وكلمك باللوجيك ازاي تختار التراك الانسب ليك انت طيب خلينا ندخل على اول محور خالص النصحتين انا عندي نصحتين ويمكن النصاح دي تزعل ناس مني بس انا هقولهم اول نصيحة اوعى تسلم دماغك تسليم اعمال حد بمعنى مهما كان القدامك ده انت اقتصك في رأيه اقتصك في عالمه لازم كده اي نصيحة يدهي لك تفهم منه هو على اي اساس ادالك النصيحة دي عشان تعرف هل النصيحة دي مناسبة للكيس بتاعتك ولا لا معنى كلامك ان انت بتقولي ان انا ماخدش نصيحة من حد او القدامي ده ومساقش فيه خالص بالعكس ده انت عمرك ما هتتعلم الا اذا اعتبرت ان كل نصيحة جايلك دي نصيحة جدية ولازم تدور فيها تاني حاجة ان اللي بينصحك ده هو مية في المية قصدي فيدك بس خلينا بديك مثال صغير انا قصد ايه وليكن مثلا انت واحد عايزة اتعلم بك انت ودخلت اسألت يا جماعة انا عايزة اتعلم بك انت اتعلم لغة ايه هتلاقي مثلا عشرين واحد بيجاوبك كل واحد بيديك الاجيبة بناء على خبرته انا يعني خبرتي انا انا قلتلك اتعلم اللغة الفلانية ليه عشان انا تعلمت اللغة الفلانية وعارف ان هي سهلة جميلة انا شايف مميزاتها بس في نفس الوقت انا ممكن النصيحة اللي انا ديتيلك انا مقاردش الميزة بتاعت اللغة التانية انا ما شفتهاش فانا نصحتك بناء على خبرتي لكن لو انا دخلت وقلتلك خلي بالك اللغة الفلانية دي مميزاتها كذا واللغة التانية دي مميزاتها كذا ودي ليها فريم وورك مثلا بيعمل كذا والتانية ليها فريم وورك ولازم تقولي انت في بلد ايه؟ عشان اقولك ان في البلد الفلانية اللي عندك انت نسبة الشركات بتشتغل بنسبة مثلا 70% باللغة دي فانت لو انت اخترت اللغة التانية حتى لو هي كانت افضل فانت هتقلل فرص توظيفك انا لو جيت بقى قلتلك كل ده يبقى انا كده ايه؟ انا فهمتك؟ وفي الاخر ممكن اقولك او مقالي لك رأيي بقى ان انت بتتعلم اللغة الفلانية هي دي انسى بطريقة انا انصحك بيهم عشان كده بقولك اه اللي قدامك ده قصد يفيدك ومش بيقولك حاجة غلط بس هو ممكن ضيع عليك فرصة ان انت تعرف او تتعلم معلومة افضل وده اللي انا هحاول اعمله معاك النهاردة في الفيديو انا هقولك ان لما انت مثلا ان حد نصحك بحاجة فلانية هو نصحك عشان واحد اثنين وثلاثة واربعة هجيب لك الاساس وفي الاخر خالص هقولك بس انا رأيي انا ميلة للحتة دي وانت في الاخر انت هتبقى خلاص بقى فاهم الباكجراوند كويس جدا فانا عارف انا محتاج ايه طيب تاني نصيحة تاني نصيحة خليك مرن بمعنى بمعنى ان انت لو مش مرن في المجال ده مرن ان انت تتقبل ان تكنولوجي جديدة ان انت تتقبل ان فيه لغة برمجة ممكن يبقى فيها مميزات عن لغة برمجة تانية انت فعليا ممكن يدسعى لك في المجال ده حقيقي انا ساعات مثلا بدخل على جروب الاقي اتنين هما مش بيتنقشوا لا هما بيتخنقوا كل واحد عايز يثبت للتاني ان اللغة اللي هو شغال بيها لغة البرمجة افضل من التانية هو حقيقي جماعة كل لغة بتبقى مميزة في حاجة معينة دي حاجة طبيعية ولو لازم انت كديولبر تبقى عنيك نقضة يعني قبل ما تشوف المميزات بتاعت الحاجة لازم تعرف العيوب لازم وانت شغال تبقى على طول شايف الحاجة البيضة عشان تصلحها مش مهم جمال الحاجة لو انت مش شايف الحاجة البيضة او الحاجة اللي مش صحيحة انت عمرك ما هتطور وعمرك ما هتطلع كود كلين لان انت على طول هتبقى مكتفي بالكويس خليني اقول لك حاجة كمان يعني مثل صغير الف به عشان تعمل برنامج حلو وبرنامج بقى اعلى كفاءة ان انت ايه ان انا اتعلم الورست كيس اللي هي اسوء الحالات انا مش مهم عندي ان في البرنامج بتاعي في احسن الحالات هيشتغل ازاي انا اللي يهمني عيني كناقد كديولبر ان انا في اسوء الحالات هيحصل ايه في البرنامج بتاعي لما يشتغل هي دي الفكرة لما بشوف اتنين مثلا بيتخانقوا على لغة برمجة فبقى نفسي اقول لهم يعني انتو مش ان انت مش بتدفع عند انت عمك مثلا دي عادي جدا ان انت تبقى عارف ان انا شغال بلغة برمجة معينة بس التانية افضل فحاجة عادي جدا لازم اتعلم ان فيه تكنولوجي جديدة لازم اروح اتعلمها فيه لغة اكتسحت المجال اللي انا شغال فيه ومعظم الشركات او جالي بروجيكت كبير فيها وينوت ان انت تروح تتعلمها هلاقي ناس بس ان تقولي انت مدركة باللي انت بتقولي ده انت فاهم انت بتقولي انت عايزين يسيب اللغة اللي انا صحيتي روحت ونظري ده عشان تعلمها يعني انا طلع عيني حرفين عشان تعلم اللغة دي او دي خليني بقى اتنقل للمحور التاني من الفيديو ما انت لو انت ابتديت بداية صح هيبقى سهل بالنسبة لك جدا ان انت تتنقل بين اللغات هيجي واحد يقولي يا بصي انا بسمها الجملة دي كتير بس انا الصراحة مش مقتنع بيها قوي خليني اثبتلك يعني بالدليل ان الجملة دي صحيحة جدا بس قبل ما اثبتلك خليني يقولك ايه هي اصلا البدايات الصح او البدايات المختلفة لدخولك عالم الكمبيوتر صانيس البدايات المختلفة لدخولك عالم البرمجة لو انت مبتدق ونزلت سؤال يا معا انا عايز اعرف ازاي ابتدي هتلاقي ممكن 100 واحد رد عليك وكلهم بينصحوك تبتدي ازاي لو انت مسكت كل الاجابات دي وبدأت ان انت تفلترها هيتلعلك في الاخر ان كل الكلام بيندرج تحت التلات بدايات المختلفة دي يعتبر يعني مفيش رابع عليهم هتلاقي ناس تقولك ادخل على البداية التقنية ايه البداية التقنية انا مساميها تقنية انها جاي من التكنيكل انت عايز تتعلم ويبت روح اتعلم التولس بتاعت الويبت انت عايز تتعلم موبايل روح اتعلم لغة البرمجة اللي موجودة في الترايج ده وهكذا طيب فيه داية دانية ناس تقولك لأ انت ازاي هتتدخل على طول كده دايريكت انت داخل تنافس الناس بتقع الكمبيوتر صانيس في المجال بتاعهم طب انت ازاي الناس يقعدت اربع سنين تدرس في الكلية انت عايز دايريكت تدخل على المسارات دي طب مش على اقل تعرف هما كانوا بياخدوا ايه في الكلية ايه الحاجات اللي هما تأسسوا فيها كويس عشان تقدر تنفسهم لان هما كده هيبوا اعلى منك درجة او درجتين فلا لا لا انت لازم تبتدي بداية اكاديمية عشان كده انا سمتها اكاديمية طيب فيه ناس تقولك لأ بص بقى انت سيبك من دا كله انت اجلي دايريكت على كورس السي اس بابسي خليني اقول حاجة صغيرة مفيش حاجة اسمها زي ما احنا لسا قيلين في النصايح مفيش حاجة اسمها صح مطلق خليني اقولك برضو مفيش حاجة اسمها غلط مطلق يعني مفيش حاجة اسمها اقولك ان التراك ده ده غلط تماما وانت لو دخلته انت هتبقى فشر لأ ليه لان ما ينفعش اقولك غلط وفيه ناس على فكرة دخلت التراك ده ونجحت فيه واشتغلت فيه وبقى عندها الانكم بتاعنا وبقالها سنين على فكرة شغالة بالتراك ده عادي جدا طيب امال ايه المشكلة طيب خليني بقى امسك بداية بداية ونبدأ نقارن فيها ونعرف مميزاتها وعيوبها ويال فرق بينها وبين ده طيب نبتزي باول حاجة خلص البداية التقنية تعال اقولك امثلة مختلفة للتراك اللي انت في بداية حياتك كده بس مع الناس عمالة تتكلم عنها طبعا يا جماعة الامثلة اللي نحطوها دي دي للسرد مش للحصرة الموضوع اكبر بكتير من ان انا اتكلم عنها في دقتين في الفيديو لكن خلينا نقولها سريعا كده بس عشان نكون اقصر دقة زي ما احنا متعودين نقدر نقول ان الويب والموبايل والديسكتوب أبليكيشنز ممكن يندرجوا تحت السوفتوير ديفلوبمنت عندك مثلا الفيديو الجيمز ممكن يندرج تحت الميديا شوية ممكن اليمبيدات ساستمز ممكن يندرج تحت كسم الانظمة الصناعية عندك الديسكتوب ممكن تحت الانظمة المعلومات الانظمة المعلومات الارتافيكال انتليجنز ده ممكن نتكلم عنه بقى في فيديو نتفصل عن كل المقالات اللي بتتكلم عن الموضوع طيب ايه مميزات البداية دي المميزات السرعة انت هتبقى اسرع من اللي لسه هيفتدي في البداية الاكاديمية اللي هيفتدي هنا هياخد وقت كبيرة عشان يتعلم الحاجات دي وبعد كده ييجي يبتدي من نقطة zero فانت هتسبقه طيب خلي بالك عشان الكلام يبقى واضح اسرع دي يعني انت عمش اذا الله مضوع شهر شهر و نص يعني الدنيا تتمنى لا انت هيتطلع عينك حرفيا بس انت نسبة وتنسبة هتبقى اسرع من اللي لسه هيفتدي في البداية الاكاديمية ايه العيوب لا العيوب الصراحة كتير اول عيب ان انت لازم تبقى عارف ان انت ليك سقف مش هتعديه ولازم تبقى عارف ان اللي هيبتدي البداية دي هيبقى متميزة عنك دي حكمة ربنا ده واحد تعب على نفسه واشتغل على نفسه دي حاجة مسلم بيها طيب معنى كده ان انت بتقوليلي ان انا هفضل لو انا ابتديت بالتراك ده هفضل قليل وهفضل اقل من غيري لا خالص ما احنا قلنا بقى مفيش صح ومطلق ومفيش غلط مطلق انت لو انت دخلت التراك ده وعرفت ما ينقصني ودورت عليه ومشيت مع كل حاجة مقصاني قعدت اقرى مقالات وتعلم الحاجات دي من كورسز مختلفة وروح اتمرن على مش عارف ايه واشوف مسبقات لي ايه واشترك فيها واتعلم مش عارف عن نوقع ايه والحاجات دي كلها انت خلاص اشتغلت عن نفسك يعني ايها ومفيش حاجه مطلقه مش حاجه اسمها انت كده غلط لأ يعني خلينا نبقى مارينين شوية طيب طيب في عيب تاني العيب التاني ايه بالنسبالي انا ان مش اي تراك من التراك دي هتقدر تدخلها وانت زيرو باكجراوند كومبيوتر صعيز يعني ايه يعني التراك اللي نقول كده يا هادي فيها وندخل عليها اول استيب خالص لغة برمجة هتحس ان انت هتقابلك مشاكل زي ايه هتبقى قدامك ثلاثة اوبشنز مفيش غير هم اوشنز لا اما هحس ان الدنيا ضم تخيل كده ان انت اول استيب ليك خالص نهائيا وانا زيرو باكجراوند في الكمبيوتر صعيز اقولك روح تعلم جابا مثلا عن السبيل المثال والجابا دي من اللغات اللي يعني التقيلة جدا في المجال فهيحصل ايه هيحصل حاجه من ثلاثة لا اما هتحبط وتحس ان الدنيا ضلمة وان التراك ده مش تراكك فادور على تراك تاني وتفضل بقى تلف بين التراك انت مش فاهم حاجه لا اما حس ان المجال ده مش مجالي اصلا وقوم سايبه وروح اتعلم اي مجال تاني حاجه لا اما افضل اضغط على نفسي واتمرن هنا شوية واشوف مش عارف ايه احاول انا فزي شوية فابقى متمرس خلاص انا بالخبرة بالوقت اقتمرست اللغة وعرفت ان لما بيجيلي حاجه بعرف عملها فكذا و لما بيجيلي حاجه بعرف عملها فكذا بس قردي انا معرفش ما خلف الكواليس لكن انا بعرف هتنفذ الشغل اللي بيجيلي كويس دي طيب ثالث حاجه اه بعرف ان انا لأ انا لازم اتعلم كويس ولازم اتدرب كويس فقوم راجع للبداية الاكاديمية تمام طيب فيه تراكس بقى فيه تراكس كده خد دعم تجيب راك لك الاول زي ايه زي تراك مسا من الويب وعشان كده بتلاقي فيه اتجاه عام كده للناس اللي لسه مبتدأ وبتقوم داخل الويب ليه لان النهاية بتدخل بتلاقي ايه ده الله ده فيه اتش سيمة الا الوسيئة استمدني جم لهم من تولي مع قدين الموضوع وتبدأ اشوف انتاج الواضم عايرة في اعمل ويب سايت ومش عارف ايه وبعد كده تجرجرها مجل الويب على فكر انا ويب انا باعش في الويب بس تجرجرك كده لحده اما تقوم مثلا في الفرونت انت الداخل على جواسكراب تتحس ان الدنيا ظلمت انا بش شفت الكورس المريتين يعني مثلا الواحد تابليوني انا شفت الكورس المريتين ومش عارف ايه بس اما يعني مش فاهم مش قادر استعرض انا عارف السنتاجس يعني عارف السنتاجس وعارف زي ا وعارف زي ايه بس انا مش عارف يعني بخلص الكورس افهمه كويس جدا اخلص الكورس تلاقي كده ايه انا والكمبيوتر عادين مدام بعض انا هو زي بعض مش هارفين نعمل حاجة فحتى تلاقي كده سؤال عام تلاقي كده لو منزلش كل اسبوع تحس كده ان انت بدأت تقلق عن الناس اللي هو ايه يا جماعة انا كنت ماشي في التراك كويس جدا والدنيا زي الفل واول ما دخلت في الجواسكريبت احس كده الدنيا ظلمت انا مش عارف عامل ايه وذكرت مش عارف ايه هي الفك ايه ان هو مش عارف ان هو المفروض يتعلم الكونسبت بتاع البرمجة هو لو تعلم او تأسس كويس هيبقى بالنسبية للغة الجواسكريبت زي اي لغة تانية مجرد ما انت هتفهم السنتاج بتاعتها هتبدأ تعمل برامج بيه ده تمام طيب دي العيوب المشهورة في البدايات دي في البداية التقنية ازي تغلبنا عليها او كل الناس اللي اقصر خبرة شوية هتقولك ايه هتقولك روح اتأسس كويس ازي ادخل على التراك ده روح بقى اتعلم سيب ناس بلاس بالإثaga الترجمة يعني صاحب بتاعت ناس بتزيد عليها وفي ناس بتزيد عليها لا اروح نتعللم كمان بداتا بيض لك اينقاص منها nya شوية مش عارف ايه كو ده ان21 طيب الليه سي بلاس و وس ما يعني انا هو انتوا لك مدايقيني بالسي بلاس عاشب، لانا علي قوني because覚تك في حياتي العمالية. ليه ليه لازم اتعلمها طب ليه مش بتقولي. ليه سي بلاس و سيị طب مش هي الاساسندip تقوله تعلم الاساسنة هي بايه بك اتعلم ما العكوم بتعلم بلس سي بلاس اقوله ليه دا يهل اجمعنا سي بلاس بلاس و ايه الفرق بين السي و سي بلاس بلاس في الاول كده اقولك معلومه تفهى ملاش اي لازمة بس بما ان انا بنتكلم عن السي هيليت سامة سي بص هو زمان كانوا بيخترعوا لغات كانوا لسه تقريبا في بداية حياتهم مايبي الف وتسعمائه حاجه و سبعين تقريبا يامين المعلومه مش دقيق قوي فاختروا كانوا عملين يختروا عارفين انتو لما مثلا حد يجي اخترع حاجه فيقولوا التجربة الاولى فشلت التجربة التانية فشلت فهم كنا ماشيين بالحروف الافجادية فاخترعوا لغه اسمها بيه تقريبا فشلت فشل الزريع هم حدش يسمى عنها حاجه اصلا فقالوا طب نجرب اللي بعديها نحدث بيها شوي و نجرب اللي بعديها فاخترعوا سي هم مكنوش متخيلين تقريبا ان هي تنجح فنجحة يعيني ملحقوش يسموها يعني انه مهم نرجع للموضوع خلي بالك السي و السي بلاس بلاس بتندرك تحت مسمى لغات برمجة بتتقال عليها اللو ليفل لو ليفل برو جرامينج لانجج و خلي بالك معظم الناس اللي بتقولك اتعلم سي بلاس بلاس الاسباب بتاعتها معظمها ان هي لو ليفل و معنى ان فيه لغة لو ليفل يبقى فيه لغة هاي في الليفل اه طيب هو ايه الفرق بينهم و ليه لازم انا عشان اتأسس كويس اتعلم لغة لو ليفل حاولت كده ان انا اقعد افكر في تخيل يبسط لك الدنيا فوصلت التخيل ان شاء الله يخلي الدنيا سهلة و يثبت المعلومة في دماغك بس تركز معي كده وتعالى تخيل معي تعالى تخيل معي كده ان الانسان البشري الانسان البشري بيفهم ايه لغته ايه لغة البشرية طيب اللغة الى الانسان هيفهم الانقوه ولا الكمبيوتر هيه هنلاكو بالمناسبة هو ايه المشين الان تفاجع و انا برضو مش تفاهم و ايه يعني انا عارف من اول وصف مكوني سي بلس و بلس ايه الاسمبليةiellانجاج المشين الشاخده يا جماعة دي الاول خطوي فوق الهاردوير على التول مفيش تحتيها هي دي اللغة underscodone بتاعنا العربي اللغة المستجد المشين هي المشين لان تفاجع ماذا هي المشين هو عارف هذه الشاشة اللي انت بصص فيها دي هو الكمبيوتر مش شايفة كده لو دخلت جوه عماق الكمبيوتر هو شايف الشاشة عبارة عن زيرو وون وبس طب ليه زيرو وون لا ده الموضوع كبير بس انا شرحة منه جزء بناء على محتوى السي اس وفتي لكن خليني اقولك انه هو زيرو وون يعني شكل بسيط وسريع جدا عشان الملمس او الحاجة المادية الوحيدة الجهاز القدامك ده الحارد وير ده اللي حس بيها هي القهربة القهربة وصلة وون القهربة مفصولة زيرو تمام طيب مش هنطعمك في موضوع ايه طيب و ايه الاسمبيل لانجوش الاسمبيل لانجوش بتتكتب بالشكل ده صعب علينا كبشر نوعا ما يعني من قصعب الحاجات اللي انت ممكن تتعلمها لكن هي بتتكتب على شكل اوامر في شكل سطر تمام بالشكل ده يعني الكود ده بيعبر عنه الكمبيوتر بالكود ده المهم نرجع لموضوعنا فلا الانسان هيفهم المشين لانجوش ولا المشين لانجوش فتفهم اللغة البشرية فكان الحل ايه الحل ان هم يحاولوا يلاقوا حاجة وسط ايه الحاجة اللي وسط يخترعوا لغات وسطية اللي هي اللغات البرمجية طيب اللغات البرمجية دي جماعة بطان قسم لليفلز الليفلز دي بناء على الايه لو كل ما كانت الليفل قريبة من المشين لانجوش بيتقال عليها ايه حتى اللغات الهيومن لانجوش لما تفتحها حتى لو انت معندكش خبرة في البرمجة نهائية هتبص كده على الكود ممكن تطلع تفهم البرنامج ده بيتكال على ايه هتلاقي في وسط الكود كلام كتير بالانجوش هم بيحاولوا الشركات يا جماعة بتحاول على قد ما تقدر ان هي تصنع لغة اقرب من يكون الهيومن لانجوش تتصارع على ايه على اخر سلمة عشان كده انا سايبها فاضية اخر سلمة دي لما ان شاء الله كده جماعة نفترع لغة انما اصحى من نوم افتح الكمبيوتر فاقول له بص بقى انا عايزك تعملي كده ايه ويبسايد كده يكون فيه 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 قبل ما اروح اعمل الموجنس كفية وارجعلك لما يعملي ده يبقى تتحط هم تمام طيب هما كلهم بيتصاروا عشان السلمة دي نرجع تاني طيب ليه الناس بتقولي اتعلم لغة low level ايه الهدف يعني ايه ميزة ان انا اتعلم ده يخليني اشرح لك ايه هو السلم ده السلم ده اقدر اقولك ان هو زي حاجة كده مصطلحة عندنا في الكمبيوتر ساينز اسمه ايه اسمه الابستركشن ايه هو الابستركشن لو انا شرحته لك كده بشكل بسيط قوي 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 hide details يعني خديلي details انا مش عايز اعرف details الجوه دي ايه ما يهمينش كلما كانت اللغة high level كلما كان فيها اخفاء لل details كتير جدا وكلما كانت اللغة low level كلما كان مفيش details كوه انت مش بيتنفزها بايدك على سبيل المثال عندك مثلا مثلا مثل او يعني خليني عشان ابسطها للناس اه مثلا فيه future في الجي اس حاجة مثلا للقرية بتطلب من الكمبيوتر انه هو مثلا find index تمام بتقوله دوري على الاندكس ده انت مجرد ما بتكتب الكلمه دي خلاص كده الكمبيوتر بيعرف ان فيه details كتيره اوي فيه شغل كتير وفيه برنامج داخلي وترجمة ومش عارف ايه عشان يعمل لك اللي انت عايزها طيب انت عارف بقى ما هو وراء السطور لا انا عارف ان انا عندي find index بتعملي كذا طيب لو انت نفس ال task دي بالزبط انت عايز تعملها في حاجة low level هتروح لل low level وتقوله find index هيقولك ايه لا اسف دور بنفسك انا مش مليش مزاجه تمام هي دي بالزبط انت هتيجي هنا مفيش حاجة اسمها اصلا ان ال feature دي موجودة مفيش ال اللي هو ان الكمبيوتر هيعملك كل حاجة زي ما انت عايزها لا فيه ان انت هتعمل بنفسك كل حاجة فلما احنا بنقولك عشان تتأسس كويس روح اتعلم ده عشان تقدر تطلع براحتك ما خلي بالك الطريق ده one way سهل تطلع لكن صغبه تنزل عشان تنزل هتتعب لان انت تعلمت هنا انت متعرفش يعني انا لسه ايلالك بقى انت متعرفش التفصيل الجوه انت متعلم الكشور متعلم الفوق ان انا هعمل دي هتعمل لي كذا حاجة من جوه فانا لو حبيت ابدل بينه وبين لغه تانية تبقى الدنيا اصعب لو حبيت انزل الدرجه الدنيا اصعب تمام تمام انا ليه حطى الجافة هنا الجافة استيل هي high level programming language لكن هي بالنسب لي انا في رأيي الشخصي هي بتبقى نسبة الابستركشن فيها نسبة الديتيلز اللي انت مش هتشتغل بايدك فيها اقل من اللغات دي فهي لغة من اللغات القوية لكن هي فيها نسبة ابستركشن اعلى من السي والسي بلاس بلاس تمام طيب عايز اقول حاجة خلي بالك لو انت عايز تبقى ضقيق في كلامك السي والسي بلاس 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 بيتقال عليهم لما بيتقارنوا بايه لما بيتقارنوا بالحاجات دي بكل لغات الهاي لفل طب لما بنيجي نكرنها بالمشيل اللانجوش والاسمبيل اللانجوش بنقول عليهم ايه بنقول عليهم اللي هي اللغات الوساطية شوية طيب عشان برضو ايه تبقى الدنيا واضحة هو ايه الاسمبيل لانجوش الاسمبيل لانجوش دي يعتبر من اقل الحاجات اللي فيها تكاد تكون منعدمة عن المشين لانجوش انت خدت المشين لانجوش الزيرو والوان وحولتها لحروف الحروف دي بنقا على ايه حولت على اي اساس حولت على بنقا على الجدول المعتمد عالمي الاسمه الاسمي ان الرقم ده لو احنا حولناه بالباناري كود اللي هو الزيرو والوان لرقم عشري اللي هو الارقم بتاعتنا الزيرو واحد اثنين تلاتة لحد عشرة الارقم دي بقى كل رقم من دول ليه حرفه معين فانت خدت المشين كود ده حولته ليه لحرف وبدأت تديلها قوامر يعني بسيطة كده فبتبقى صعبة جدا ان انت تكتب برنامج زي ما احنا قلنا باللغة الاسمي باللغج طيب فيه سؤال ناس كتير قوية بتتكلم فيه طيب انا ما ينفعش اتأسس مثلا ادرس بايسون وتأسس بيها خلاص بقى انت دلوقتي عرفت الدنيا كلها والله ما فيش حاجة اسمها غلص يعني ما فيش حاجة اسمها اقول لك لا ما مش هينفع لا هينفع ولو اتمرنت كويس وتعلمت الالجوريزم ده علم مطلق يعني انت تقدر تتعلمه باي لغة انت عايزها طيب انت لو انت تعلمت بايسون وتعلمت الالجوريزم بناء عليها وتعلمت كذا وتمرنت كويس والكلام ده كله هتتعلم ما فيش مشكلة بس لازم تبقى فاهمك انت نقصك ايه تمام فالقرار يرجع لك انت بناء على احتياجك انت طيب انا بقى وصلت المرحلة خلاص انا فهمت كويس جدا وانا عايز بقى اتأسس في لغة لوليفل ليه احطار السي بلاس بلاس ليه الناس كلها بتقولي سي بلاس بلاس ليه مابتقوليش السي ما هم الادنين لوليفل عشان تأسس اه ده يخليين بنرجع تاني للمقارنة ما بين السي و السي بلاس بلاس خللي بالك السي هي الاصل والسي بلاس بلاس هي السي بس الزيادة عليها فيوترز تمام طيب يعني معنا كده ان السي ده جزء من السي بلاس بلاس لكن السي بلاس بلاس هي الاشمل من السي انا كدبئي لهينو جملة السي كومبيلر يعني ايه كومبيلر الكمبيوتر يعني المترجم ما أنا قلت لك بقى الكمبيوتر ما بيفهمش غير الماشين لانجج اللي هي 0-1 فلما أنت بتطلع بلغات برمجة أنت لازم بيبقى فيه زي كده مترجم يمسك البرنامج اللي أنت كتبه وبتقوم طالب من المترجم ده أنه هو يترجمه لإيه؟ للماشين لانجج تمام؟ فهنا بيقول لك إيه؟ إن السي كومبيوتر المترجم بتاع السي مش هيقدر يتعرف على الكود بتاع السي بلاس بلاس مش هيقدر يفهمه عنده القدرة أنه هو يرن يعمل رن لمعظم الأكويت بتاع السي وده ليه؟ لأنه ده أشمل طيب السطر ده با يا جماعة هو ده الخلاصة كل الناس بتقول لك اتعلم سي بلاس بلاس عشان السي بلاس بلاس بتصبرت الأوبجيكت أوريانتل بروجراميج لكن السي مش بتدعمها فالناس بتقول لك اتعلمها ليه؟ لأن كل لغاية البرمجة الهاي ليفل اللي أنت هتحتاجها في حياتك العملية كلها شغالة بالإيه؟ الأوب تمام؟ طيب فلما أنا أقول لك اتعلم لغة لو ليفل تتعلم منها الكنسيبت بتاع البرمجة وتتأسس كويس جدا ومنها تبقى حلقة وصلة تتعلم فيها الأوب عشان لما تروح للغة هاي ليفل تعرف تمارس الأوب فيها يبقى أنت كده إيه؟ يبقى أنت كده يعتبر تعلمت كل حية طيب هرد على سؤال فيه ناس مثلا تحس إيه؟ يعني هي عشان نغة لو ليفل أو بتاعها فهي بقى حاجة يعني قول ده قوي وما حدش بيستخدمها لا لا خالص ده أنا عايز أقول لك أكبر الشركات بتستخدم السي و السي بلس 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 ليه؟ عشان يعني مميزات كتير منها أن هي من أقرب الحاجات للمشين ما إحنا لسا قيلين بقى هي لو ليفل أكتر الحاجات القريبة من الكمبيوتر فهي بتديه له صورة عالية جدا لما بتكتب برنامج أي حاجة مثلا الشركة عايزة تعملها ديسك توب أبليكيشن أو لعبة أو أوبريتنج سيستم عارف اللي هو نظام التشغيل اللي أنت فتحه للكمبيوتر بتاعك ده ده كله معمول بإيه؟ سي و سي بلس بلس لأن يعني عارف أنت الأدوبي الفوتشوب أنت عايز تعمل أبليكيشن سريع جدا ده معمول بإيه؟ سي بلس بلس تمام؟ معمول الـ operating system معمول بإيه؟ بلسي أي حاجة أنت عايز تبقى تدخل على الكمبيوتر وتنفذ الأوامر بصورة عالية جدا ويبقى البرنامج بتاعك خفيف بتستخدم فيه هي على فكرة لغات قوي جدا طيب هم الاتنين بيدعموا حاجة اسمها هو و بالمناسبة و بالمناسبة المرحلة الجاية إن شاء الله في كرسي السيس فافتي طيب دلوقتي إحنا فهمنا الفرق بين السي والسي بلس بلس و ليه الناس بتطلب مني السي بلس بلس هايجي الناس تقولي على فكرة بقى انت الكلامك كده متناقض انت عمالة دلوقتي تشعري وتقولي إن الأفضل إن احنا بتتعلم السي بلس بلس في حين إن انت بتشرحي كرسي السيس فافتي عملها تقول لنا تعلموه وهو بيشرح في أول السيب في خالص السي ده يخلينا نرجع تاني للبدايات المختلفة و قولك إيه الفرق بينه أو إيه اللي هيقدمه لك السيس فافتي و إيه الفرق بينه وبين المصار الأكاديمي نمسك البداية دي على فكرة يا جماعة الحط البداية دي هو إنسان فاهم كويس جدا عارف إنت محتاج إيه بالضبط عشان تتأسس كويس طيب إيه مميزة للبداية دي؟ كتير بقى ما احنا قلنا طب إيه عيوبها؟ لأ هي مفاهاش عيوب بس هي فيها شوية عقبات لازم تبقى عارفهم إيه هما؟ تلاتة أول عقبة أو أول مشكلة هتقابلك الوقت البداية دي عشان تدخلها هتاخد وقت كبير جدا في تعلم الحاجات دي ومش وقت بس التعلم لا لأ أنت كمان هتقابلك وقت توهان بين كل حاجة بين الكورس المختلفة فهيعمل لك شوية أحباط طيب تاني مشكلة أو تاني عقبة الماتيريالز هتقابل مشكلة في الماتيريالز هتبقى مش عارف أنا مثلا برتاح أكتر في الشرح بالعربي أدخل على الشرح بالعربي لا أصلا بش حيث بردون الكورس ده كويس فدور على شرح تاني مثلا شفت كورس بالإنجلش طب تمام حلو جدا أجي بقى أدخل على الألغوريزم الألغوريزم ده يا جماعة علم ومطلق يعني أنا بعلمك المنطق فهم مش مبني على لغة معينة هتلاقي مبني على كل لغات برمجة أي لغة برمجة هتلاقي مبني عليها الألغوريزم فممكن تدخل بقى على مثلا الألغوريزم تلاقي كورس بيشرح الألغوريزم بالجابة مثلا فيبقى عاجبك عشان أنت بتحب تسمع من الشخص ده فأدخل أتعلمه أبقى متضايق شوية أه هتعلم ألغوريزم بس هبقى متضايق لأن أنا عايزه بالسي بلاس 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 أو أروح أتعلم بالسي بلاس 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 بس مش عارف إيه فهتقابلك شوية حاجاتك شوية مشاكل أو توهين في الماتيريالس شوية طيب ثالث مشكلة هتقابلك إيه آه أنا قلتلك ان انت تتعلم التراك ده عشان تتعلم كونسبت البرمجة تمام آه طيب إنت ممكن لو أنا قلتلك مثلا روح اتعلم البيزيكس بتاعة سي بلاس 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 إنت إمتى تعرف استكلمة بيزيكس دي كلمة مطاطة فإنت إمتى تعرف أن أنا أقف أقف هنا مثلا إمتى لأ أنا مش عارف يعني عند إيه قف إحنا مش عارفين البيزيكس دي إخيرها إيه يعني ممكن تدخل مثلا في كورس يشرح من أول لفل زيرو لحد اللي احتراه هل إنت محتاج ده كله؟ لا أنا مش هشتغل في الاخر أنا مش عايز أدخل تريك أشتغل فيه في الاخر مثلا بس سي بلاس 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 بس أنا مش عارف هو أقف إمتى بكورس هتفضل طول من أنت بتتفرج على الكورس أنا بتعلم كل ده ليه؟ طب أوقف إمتى؟ طب أنا كفاية ولا لأ؟ يعني أنا مش محتاج في الاخر مثلا أن أنا شوفه هو بيعمل فضيع مش عارف إيه؟ بصوا خلينا متفقين برضو عشان محيطش ياخد كلامي أنت كل حاجة تتعلمها أنت وتطلع بفايدة يعني هتستفد جدا وهتبقى حاجة فضيعة بس ممكن المينموم إيه؟ اللي أنا استفاده أطلع منه؟ لا مفيش مينموم أو إيه اللي أنا محتاجه؟ في بداية حياتي أنا عايز بس أبتدي بس بس أبتدي صح؟ أنا مش عارف برضو دي برضو تالت مشكلة طيب ده يخلينا ندخل على البداية التالت اللي هي السي اسفافتين عندي سؤال في ناس كثير قوي بتبعتلي بتقولي هو ليه ما بأتدي بس أبتدي 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 طب هل أنت متخيل أن مثلا بروفسر ديفيد أو البروفسر اللي في جامعة هوربرد اللي حطوا المحتوى هل راحت عند مخهم الحتة دي؟ أكيد لأ في نية او في هدف إيه الهدف بتاعهم؟ الكورس اسمه إيه يا جماعة؟ هو بيفترض أنت لو دخلت كده على بتاع الكورس هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان هو مش متطلب نهائي ان انت يبقى عندك اي باكجراوند عن الكمبيوتر سانسه هو بيقولك تعالي لي ومش مهم انت اكيدك بالظبط كده لا تفقه شيء في الكمبيوتر سانسه فبيبدأ يعمل ايه؟ بيبدأ ياخد ايدك من أول السكراتش السكراتش دي لغة برمجة بس هي مبنية على الثور بيعتبر ان انت السكراتش دي من عملها اصلا دي معها تقيم ايه؟ عملاها للاطفال عشان تتعلم كونسبت البرمجة فهو بيعتبر ان انت يعني بياخد من ايدك كده اللي هو ايه واحدة واحدة فابدأ أعلمك السكراتش تبدأ تتمرن شوية تحب الموضوع تفهم البرمجة او ايه الاوامر الكمبيوتر بيبدأ يفهمها ايه السمتاكس المختلفة في السمت غير ما تكتب كود تمام؟ وتبدأ بقى تاخد تتنقل ايه؟ على الخطوة اللي بعدها هو بالضبط يا جماعة عارفين السلم بتاع الابستركشن اللي انا لسه عملاه؟ هو بالضبط كده بيبدأ ياخد ايدك واحدة 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 عشان يفهمك كونسبت البرمجة ازاي انت من نفسك من جواك تفكر ان انا اعمل حاجة برمجة فبياخدك للسين طيب للسين؟ ليه مش سي بلاس بلاس؟ انا عايز اتعلم الو او بيه؟ طيب هو عمل ايه؟ هو عايز يعلمك كونسبت البرمجة؟ يعني مجرد من لاشي يعني اللي هو ايه؟ بدون اي فوتشورز بدون اي حاجة؟ انا هعلمك بس اللي انت تعلمته باللعبة في السكراتش حولته لسينتاكس وتبدأ بقى تتعلم السينتاكس واحدة 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 هو مش عايز يديك الو او بيه مرة واحدة هو مش عايز يعلمك الفوتشورز الجديدة بص بقى خلي بالك فيه ميزات ممكن تعملي هو ممكن تقلق هو عايز بيمشي معاك ايه؟ بص تعالى نفكر نعمل المشروع الفلاني ويبدأ ينفذ معاك امثلة و تعالى بص بقى لو احنا حبينا نعمل المثال الفلاني بنعمله ازاي؟ اه احنا قبلتنا مشكلة طب نتغلب على المشكلة دي ازاي؟ هنلجأ لحاجة جديدة اسمها كذا هو ده بالظبط يا جماعة الناس اللي متابع معاك كورس سي اس فافتي عارفة كده وهو ده بالظبط اللي بيحاول مش بيديك الحاجة مجردة لا بيبدأ يقولك بص بقى المشكلة اللي احنا قبلناها خلتنا نضطر نستخدم ميزة جديدة اسمها ايه اسمها كذا يعني هو مشي مثلا في التراك وبعد كده مثلا جيه في مشكلة قالك ايه بص بقى احنا قبلتنا المشكلة الفلانية في الاكزامبل ده فاحنا هنضطر نستخدم حاجة اسمها استراكت ايه الاستراكت؟ الاستراكت دي يعني فكرة مبسطة عن ايه؟ عن الكلاسيز مثلا في لغات البرمجة فبيدأ يخد ايدك سلمة سلمة لحد ما توصل لايه؟ البايسون يعني بيطلع بيك السلم بتاع الليفلز بتاع تلغت البرمجة بس واحدة واحدة انت محتاج ايه؟ علمناك ايه؟ انت محتاج ايه؟ اوعى تاخد يعني الـ مواضيع ملهاش علاقة ببعض اوعى تاخده على انه طبكس مختلفة انا دخلت الـ ده هو هو لازم كل حاجة مرتبطة بحاجة ولازم في كل خطوة بيطلعك ليبل ومش كده وبس يعني هو معنى كده ان السي بلاس بلاس هو قسمها لك قسمها لك واحدة واحدة عشان تتعلمها وعمل ايه تقنية؟ علمك الـ بس ايه بقى؟ برضه بنفس مبدأ السلمة عمل ايه؟ في كل ويك بعد كل ويك هو بيديك ومع كل بتبتزي الصعوبة يعني بيبقى حاجة كده سهلة بعد كده تبقى أصعب شوية أصعب شوية مع كل بيبدأ يصعب شوية لحد ما توصل لإيه؟ لمشروع في الآخر خالص وعلى فكرة الـ بيبدأ يمرنك ويأهلك لسوق العمل بتبقى مشاكل حقيقية يعني كان بالضبط بيحيكي لبروجكت حقيقي طيب بالمناسبة الناس المتابع معي كورس خلي بالك هو على منصة ايدكس شال محتوى كل السنين اللي فاتت ومخلي بس محتوي محتوى الـ 2020 وإحنا بالنسبة لنا الموضوع مش هفرق كتير لأن انا كده كده باش رح محتوى الـ 2020 وفي حاجة كمان على منصة ايدكس لما انت تدخل هتلاقي هم الويكس دول بس تمام؟ لما انت دخلت على الموقع الرسمي لجامعة هاربرد ودخلت على الترايك او الكورس بتاع السي اس بافتي لقيت في اتنين ويكس زيادة اللي هم دول هم مش بيشرحوا من دكتور ديبت ويمكن كانوا مشروحين السنين فاتت بس هم شلوهم الله أعلم من السبب ما وممكن ينزلوهم تاني بس انا لقيت الاتنين ويكس دول زيادة على الموقع الرسمي بتاع جامعة هاربرد فانا برضو هشرحهم يعني الرخامة زيادة الخير خرين تمام؟ طيب خلاص كده احنا عرفنا مزايا السي اس بافتي مزايا كتير بقى طيب العيوب بس في عقبات العقبات اللي هتقابلك فيه لو ابتديت في التراك ده اول حاجة اللغة لو انت ما بتعرش او ما بتستعبش كويس الكورس اللي بالانجلش هتقابلك مشكلة اللغة طيب بص انا انا يعني انا مع رأي ان انت لازم تتعلم انجلش كويس ده اساسي فان من البرمجة بس تمشي الدنيا ازاي ممكن تحلي المشكلة دي بحاجة تاني لاما تشوف الترجمة بتاعت الفيديو ودي هتلاقيها تحت الفيديو لاما تتابع كورس بالعربي معي او ما غيري يعني فيه ناس كتير شرحه طيب انا عندي بس تعقيب او تعليق على الترجمة اللي بالعربي مشكلة الترجمة اللي بالعربي ان انت هتبقى مثلا سي مثلا كل الناس متعلم ان فيه حاجة في لغة البرمجة اسمها الريه وانت الوحيدة اللي متعلم ان هي اسمها مصفوفة انا ما بحبش ترجمة المصطلحات البرمجة انها ايه هتعملك مشكلة وملهاش اي لازمة الصراحة طيب دي المشكلة طيب هتقابلك ايه تاني عقبه ان جماعة دكتور ديفيد عشان باس نبقى فاهمين هو متصنف على انه من افضل المستركتورز على مستوى العالم اللي بتشرح كمبيوتر ساينز تمام هو شرحه رائع جدا ومن اول دقيقة الاخر دقيقة كلها معلومات مهمة جدا لو انت بس هو بشرح سريع يعني بيتكلم بسرعة جدا فلو انت وقعت في النص بس ثلاث دقيق ثلاث دقيق كده بس طوحت هيقع منك فانت ممكن تطلع في الاخر من المحاضرة بايه بسبعين في المائة تمانين في المائة ودي حاجة وحشة خسارة 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 عشان الكورس ده كنزي يعني طيب خلاص كده عرفنا مميزات وعيوب كل تراك طيب انا عايزة ابتدي ابتدي بدا ولا ابتدى ولا بدا تعالوا كده انفاضل بين الاثنين شوية طيب السيس بافتي يا جماعة اتغلب تقريبا على كل المشاكل لانا لسه ايليهالك في البداية عمل ايه؟ اول حاجة تغلب على مشكلة الوقت انت في السيس بافتي هتتعلم كل ده؟ لا خلي بالك ده مش كل ده وبس لا يعني جوه مثلا المحاضرة بتاعت هتتعلم ايه؟ هتتعلم كل ده حاجات كثير جدا يعني المحتوى كبير ودسم جدا طيب هتتعلم كل ده في ايه؟ في شهرين ونص مثلا ده بغض النظر انا حساب لان انت هتاخد وقت شوية في البروجيكس او البيسابس انا بتكلم كمان هده فانت هتتعلم في شهرين ونصف فانت هتتغلبت على البداية دي؟ طيب تاني حاجة اتغلب عليها انت عندك الماتيريال انت مش تيه ده بالعكس انت فيه واحد بياخد بايدك واحدة واحدة تمام؟ طيب تالت مشكلة اتغلب عليها هو عارف بالضبط انت كمبتدق محتاج ايه عشان تشوق مجالك في مجال الكمبيوتر ساينس فهو بيديك اللي انت محتاجه بس طيب ايه الميزة التانية اللي في CS50 اه في ميزة تانية مهمة جدا ان هنا هتلاقي التوبكس او المواضيع اللي انت هتاخد عنها فكرة عامة اكتر بكتير من انت لو انت مشيت لوحدك طيب دي المميزات اللي بتفضل البداية بتاع CS50 عن البداية دي طيب ايه العيوب او اللي يفضل البداية دي ميزة مهمة جدا في البداية دي ايه ان انت هنا هتتطعم كويس جدا في كل العنوان من العنوان دي انت في كل عنوان من دي انت هتروح تاخد كورس كامل كل معلومة زي ده انت هتتعلمها هتدعمك جدا في مجالك لكن لو احنا قررنا مثلا ان كورس C++ بمحاضرة C هنا لا طبعا انت بكارن ايه بايه هنا بالنسبة لها تبقى معلومات عامة انت هنا خدت الاساس بس لا ما تتكارنش فانت عرفت ان انت دلوقتي ايه مميزات كل واحدة اللي بتفضل كل واحدة عن التانية القرار يرجعلك انت ده اللي انا بحاول دي اول نصيحة بقولها لك ما تسلمش دماغك لحد اتعلم وعرف كل نصيحة بناء معلية انا هقولك رأيه انا رأيه ابتدي ب C++ ده رأيه الشخصي انا كرشا وزي ما انا قلتلك لو تفتكر اول بيديو قلتلك ايه ما تسلمش دماغك لحد اي نصيحة تعطي على دماغك الاول وتفكر فيها انا قلتلك ليه ابتدي ب C++ عشان هي هتدعمك وتعرفك الطريق ومش هتطوها وعشان هي حلت مشاكل شوية العقبات اللي هتقابلك هنا والله انت عايز بقى يعني انت عندك المغضيع انت عايز في كل محاضرة من دول ان انت تتعمك اكتر وتروح تدور على حاجاته تتمرن مثلا انت خدت هنا ل C انت عايز بقى تتمرن اكتر عليها وتعمل حاجاته تدور على كورس تتعمك دايبة احسن يعني انت لو مشيت في الكورس ده وفي كل حاجة تحاولت تتعمك زي ما انت عايز الكورس ده كافي لكن انت عايز تتعمك عشان تتعلم اكتر وتاخد مميزات كمان البداية الاكاديمية يبقى افضل وافضل طيب زي ما قلتلك ما تسلمش دماغك لنصحتي دور وراي في كل حاجة وبرضو زي ما قلتلك المجال ده مفوش كبير يعني ببساطة جدا انت تدور في كل نقطة انا الها ولو انت لقيت حاجة غلط تعال اتناقش معي ويمكن تلفت نظري لحاجة انا معرفهش خلاص خلصنا الصراحة يا جماعة انا كنت هدخل دلوقتي على اخر محور في الفيديو ازاي اختار التراك ويب موبايل ديسكتوب الكلام التراكس المختلفة اين المعايير اللي ابتدي بيها بس الفيديو كده طول قوي والناس انا عارفة الناس بتزهق فخليني انزله في فيديو منفاصل انا الماتيريا اللي عندي جهزة انا بس هسجل الفيديو ممكن تاخد يوم من بالكتير ان شاء الله فاستنوا هو هاشرح به برضو بنفس اللوجيك ده ازاي نختار التراك الانسب لنا ان شاء الله بعد الفيديو ده على طول هنكمل انا بالنسبالي الاولوية كلها ان شاء الله ان اخلصه الناس اللي بتقولي انت وتوقفت ان شاء الله مش هيحصل اي حاجة وتوقف تاني في الكورس واحاول على قد مقدر ان انا انجز فيه شوية بياخد مني وقت بس عشان التلخيص لكن هحاول ان انا انجز فيه شوية عشان انا ان اخلصوا وندخل في حاجة تانية شكرا لكم